موسيقى موسيقى الحلقة الماضية كانت التكية العنوان الرئيسي ونحن لم نكن فكرينها تكية لكن نستمد الآن الصناعة المصرية الخالصة وهي يا خراشي عندما تعجب بطفل صغير يعني شديد الجمال والوسامة تقول يا خراشي على الجمال يا خراشي على الحلاوة وعندما تصاب بفزع أو بمصيبة كبيرة يقول يا خراشي إيه اللي حصل يا خراشي خراشي دي لها أصل في العصور الماضية تعود إلى أول شيخ للجامع الأزهر وكان يسمى أبي عبد الله محمد بن جمال الدين بن علي الخراشي المالكي كان هذا الرجل هو أول شيخ تولى مشيخة الأزهر الشريف فكانت مشيخة الأزهر يقوم عليها في البداية الولاة والأمراء هم من يقومون بالإشراف عليها إلى أن جاء السلطان سليمان القانوني وأصدر فرمانا بضرورة تنصيب شيخ للجامع الأزهر يتولى أموره وقيام عليه وقال بأنه ينتخب من بين العلماء عندما وجد أن هناك حاجة ماسة لوجود شيخ يقوم بمهام الأزهر الشريف لكسرة الأعباء ولكسرة الطلاب الوفدين إليه فاختر الشيوخ من بينهم شيخ محمد الخراشي الشيخ محمد الخراشي يعود إلى قرية أبو خراش في البحيرة وهذه القرية استمد منها الإسم خراشي الذي ظللنا نسمعه هذه الأيام لكن الأصل سبب خراشي خراشي كان يشتهر عنه بأنه يقف أمام الحكماء وأمام الأمراء ولا يخاف في الله ولا يخشى لو متلائم فإذا حدثت حادثة أو إذا حدثت نكبة أو إذا اعتدي على أحد من المواطنين ذهب إلى شيخ الأزهر في ذلك الوقت فقام معه شيخ الأزهر وذهب إلى الحاكم أو إلى الأمير وأخذ له بحقه فكان كلما تحدث أي حادثة يذهب الناس ويقولون يا خراشي يعني نستجير بك فتعال معنا لتأجرنا في هذه الوقعة ظلت متوارسة بعد أن توفى الشيخ الخراشي وتوارسها الناس لكن اختلفت المسميات ففي الجمال نقول يا خراشي على الجمال في المصائب نقول يا خراشي إلا حصل في التعجب نتحدث نقول يا خراشي الشيخ الخراشي كان من الشيوخ العظماء يقال أنه لم يترك صلاة الفجر صيفا ولا شتان إلا في الجامع الأزهر وكانت تؤتى له النفقات والهبات ولا يأخذ منها شيئا وكان يعطيها للمقربين من الطلاب العلمي لكي يعطوها للفقراء ويمنحوها للطلاب الآخرين إذا الشيخ الخراشي نحن نجهل الأصل للشيخ الخراشي الشيخ الخراشي كان له عدة مؤلفات منها الشرح الكبير على متن خليل في فقه المالكية وكان له الفرائد السنية في حل الفاظ السنوسية في التوحيد وكان له الأنوار القدسية في الفرائد الخراشية كانت له عدة مؤلفات ومن تلامزته من جاء بعده وتولى من شيخة الأزهر الشريف كان الشيخ أحمد النفراوي وكان الشيخ عبد الباقي القليني وكان عدة مشايخ كبار تولوا من شيخة الأزهر الشريف طبعا الشيخ الخراشي لو رجع إلى هذا العصر ووجد أن الأفراح تمتلي باسمه كلامك يا خراشي عليه بحبك يا ابن ليه لا نادى بعلو صوته وقال يا خراشي أنا وصل بي الحل كده عموما كانت قصتنا عن الشيخ الخراشي في هذه الحلقة الحلقات القادمة سنتناول فيها المشربية فاكرين لما المسلسلات القديمة والأفلام القديمة كانت تخرج ستة من المشربية وتبص على الشارع المشربية حكاية لها أصل المشربية ستكون ضفتنا الحلقة القادمة وبعدها نتحدث عن العمامة الأزهرية مدومنا تحدثنا عن شيخ للأزهر فلازم نتحدث عن العمامة الأزهرية لكن انتظرونا الحلقة القادمة نتحدث عن المشربية انتظرونا شنشيل ومشربية ورواش في أصل الحكاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة